بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تردد قناة الجزيرة الإخبارية 2022 على قمر صناعي نايل ساد تم اطلاق قناة الجزيرة الفضائية في عام 1996 وكانت تعرض في البداية 6 ساعات فقط ثم استعد الوقت إلى 12 ساعة وفي عام 1999 أصبح البث خلال 24 ساعة وكان عدد الموظفين في ذاك الوقت 500 موظف وقدرت الميزانية السنوية بنحو 25 مليون دولار في ذلك الوقت قناة الجزيرة الإخبارية هي واحدة من إحدى القنوات القطرية المشهورة في دولة قطر وهذه القناة يقع مقرها الرسمي لها في الدوحة وتم إطلاق هذه القناة في عام 1996 وكانت وقتها من مالكها الحالي الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ولكن حرصت هذه القناة على تطوير من نفسها وأن تشتفي بنفسها وأصبحت هذه القناة مكتفية بذاتها عام 2001 ومالك هذه القناة هو مؤسسها حمد بن خليفة آل ثاني وتعتبر قناة الجزيرة الإخبارية واحدة من إحدى مجموعات القنوات التي تضم عدة قنوات وهي قناة الجزيرة مباشر قناة الجزيرة الوثائقية قناة الجزيرة الإنجليزية وحرصت هذه المجموعة من القنوات لإطلاق العديد من القنوات التابعة للجزيرة ولكن بالعديد من اللغات حتى يستطيع جميع المشاهدين حول العالم مشاهدة هذه القناة وفهم واستيعاب محتواها الخاص استطاعت قناة الجزيرة الوصول إلى الصفوف الأولى من القنوات التلفزيونية الإخبارية بواسطة العديد من المميزات التي تميزت بها ومن أبرز هذه المميزات أنها تقوم بتقديم المحتوى الإخباري ليس فقط القطري بل كافة الأحداث والأخبار التي تحدث لحظة بلحظة في جميع دول العالم وذلك من خلال نخبة من بعض المراسلين في كل دولة من دول العالم باستمرار وبدون توقف على مدار 24 ساعة تستخدم قناة الجزيرة الإخبارية كافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي يستطيع من خلالها المشاهد متابعة المحتوى الإخباري بوضوح وبدون التعرض للتشويش أو انقطاع البث تقدم قناة الجزيرة الإخبارية المحتوى الإخباري التي تخصصت به لجميع المشاهدين في جميع دول العالم بشكل مجاني وبدون طلب أي نوع من أنواع الاشتراكات المالية وقناة الجزيرة تعمل بعمل عديد من التحديثات على التردد الخاص بها حتى يسمت المشاهد رؤية محتوى هذه القناة بصورة وجودة فائقة قناة الجزيرة الإخبارية تقدم العديد من البرامج الإخبارية المتميزة ومن أبرز هذه البرامج برنامج الاتجاه المعانكس برنامج للقضية بقية برنامج للقصة بقية برنامج فوق السلطة برنامج بلا حدود برنامج مقهى الجزيرة الآن نذهب إلى تردد قناة الجزيرة الإخبارية تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي النايل السات القمر الصناعي النايل السات التردد 10971 الترميل 27500 الاستخدام عمودي إذن القمر الصناعي النايل السات التردد 10971 الترميل 27500 الاستخدام عمودي معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 إذن تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي النايل السات التردد 10971 الترميل 27500 الاستخدام عمودي معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 إذن هذا التردد بجودة SD إذن هناك تردد آخر على النايل السات بجودة HD وهو القمر الصناعي النايل السات HD التردد 12520 الترميل 27500 الاستخدام أفقي معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 إذن التردد الأول لقناة الجزيرة نايل السات التردد 10971 الترميل 27500 الاستخدام عمودي معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 التردد الثاني نايل السات HD 12520 الترميل 27500 الاستخدام أفقي معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 وبذلك أنهينا إليكم موضوعنا لهذا اللقاء وهو تردد قناة الجزيرة ونسأل الله أن ينال أعجابكم وأننا قد أضفنا لكم شيئا جديدا فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية عمزة اشتركوا في القناة